ميك في تونس قبل ورظيفنا اليوم اللاعب السابق للتراجل الرياضي التونسي تراجل الرياضي الجرجيسي النجم الرياضي الساحلي نادي الافريقي أيضا على التجربة الخارجية مكرم كريلين أكلها بك مكرم مرحبا على سلامة سلام تحية لكل مستمعين راديو إكس بريس أفهم في كل أنحاء تونس وخارج تونس ما حوالك كويه؟ لبس ولا حمد لله وينك بقيت شوية مكرم ما نشوفوكش بورشة في وسائل العلام حتى أخذت ثنية بعيدة على التدريب كيف كيف ماذا تكتب؟ ما كانت لديك تليفون سيلانسيوي؟ حظر 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 ما هو حالتنا؟ ديريكت؟ يبا هتجم التابعونك في الديريكت متاعنا وليا في الديريكت عند مكرم كريلين وينك مكرم؟ موجود كنو موجود في الساحة ندرب في الصغار التلفزة صحيحة مش برشة تلفزة تقصير منك انتي ولا ما عايت ولكش تنسيت شوية هكا؟ تقصير مني اينا ومك تعرف انتي تول في التلفزة يزمك تكون ديما موجود سنو ينسيك العبيد معناها وانا بصراحة ممكن ما نرقاش روحي برشة مع التلفزة ممكن في الدنيا أخير ذاك عليش ساعات هكا نرقى صعوبة هكا بش نمشي ولا كبير ما نحكيو عليك انتي ممكن خلينا نحكيو شوي اكيد على الاكتواليتي اليوم في تونس القائمة المتخبنا نتصورك تبعتها البرح كان تم الاعلان على قائمة اولية شنو عليك في الاسمائيل تم دعوتها؟ والله اينا بصراحة يريد تسمية معنا مريش الكل انا ريت ليستة متاع اي بالضبط 19 جوير 18 هذوك معلمة بدعة تونسية منش عارف اسكو صحيحة ليه ليه صحيحة اي شنو ليه برشة نقايص تشكيلة معنا مازلت ما كملتش فما برشة اي مازال فهم اي هذي دفعة اولا مازال فهمة دفعة ثانية اه دفعة اولا هاي اما مفهمنيش عليش الحق لماموني منتخبات الكل هبطت ليهبط خمسين ليهبط ربعين في العادة تهبط ليستة موسعة وبعض نقص احنا بالعكس هبطنا ليستة نقصة وبعض شنزيدو شنو عليك احنا ديجا مشينا الكوباراب ومنعرفش كون بشي مجيش كون يمجيش احنا ماش حاجة جديدة علينا هذي معنا احنا نشوفه احنا نخلينا المفروض معناه تكون كل شي معناه مسطر ومريقل فماش عريش معناه على دو بارتي معناه هو ابرز ملاحظات مكرم تقريبا استبعاد معز حسن من المنتخب شنو عليك في استبعاد وخاصة بونتقال باشا كليم على مردود وهو فرق من مصطفى في بوطولة عربية شنو عليك كيف شفت الاستبعاد متاع والله كيف 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 كنا المستمعين ومشاهدين معناه شفوا معناه انا بيدي استغربت معناه انك من حارس اول معناه يولي مش موجود جملة في المجموعة هذي فما معناه علامة استفهم اه 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 ماكرم ايت قال برشكلة مع المنظر الكبير هل هو رجل مناسب في المنتخب كيف شفتوا لحد اللي قدمه مع المنتخب هل هو رجل امثل باش يكون اليوم في مهمة بحجم قيادة المنتخب التونسي والله منظر الكبير بصراحة كشخص انا نعرفه خطر لعبت معه المنظر وين لعبت معه لعبت معه في المنتخب في في الجونيور ايه في الاساغر وفي الواحد ونعرفه منظر كان يلعب ديفونسور واحد واخلاقوا بايا وخدمت معه زيدا كهو مدير فني في التاريجي وانا معه معناه ندرب في الاكاديمي ايه ما شوقتنيش معناه بقربي المنظر معناه نعرفه معناه يخدم بكديه بصراحة معناه منظر معناه من غير ما نشكه فيه معناه ما بتترى معناه في في تشكيله ولا في في معناه معاش كيفش يتصرف مع مع الرصيد اللي عنده ممكن هنا نجمه اللي نقوله اما الشك فيه كمدرب ولا يحد مستحيل معناه نجم نشك فيه منظر انا عجبني برجه ونحب طريقة خدمته تقييمك اللي حد الان باركولمتاعه مع المتخب كيفش شوفه تقييم طوه المتخب معناه في في كاس العرب هذيه معناه كان في النهائي انا منشبش نطلب اكتر من هكا بصراحة معناه بالمجموعة ومعلي مشيت وبالنقايص اللي عندنا اللي نحن نلعب بمهاجم بركة معناه الدورة كاملة منشبش نطلب حاجة كبيرة معناه من المتخبه ذيه اكثر من نهائي ايه النقايص هو هو اختار القائم وهو حدد اللي يستمعني هو حتروح في مأزا قد يمتاع النقايص النقايص دهما انتي تعرف اللي احنا في تونس ما عندناش مهاجمي معناه هو بش يحطه لم يحطش ديما بش ندوره وندوره بعد نلقاهه معناه احنا مع النجاة اكونيت في تونس واضح بي خي نرجع نحكي لعليك انتي شوية مركن ما حين نرجع شوية بالتاريخ حكينا عالبدايات متاعه كيفش كانت مالي صغير في اليجون في التراجي كيفش بديت اول نهار بشيت الانترينمون كيفش؟ بدايتي كانت في التراجي مليانة صغير انتي مالي صغير مخطط بش تكون لعب قد تقدم معناها في مخك نبدلة سنا من الحومة ماووب انا من الحومة نلعب على الكبار ومبا في الحومة كنت نشد مع الكبار جو يلفي عمرين نلعب معهم اما الكبار نشد معهم غو من الي يقولي ناشط من الي بخلت من اول نهار في البرك اللي هزني خطر بابا لعب سابق في طراجي هو اللي هزني اول نهار للبارك وبابا من الناس اللي معناها كي نبدأ انترهنا حدا في البارك مرة اول جملة معناها نعمل على روحي مليان صغير مليان صغير عمدت على روحي كنت قسير القامة وانا مسلت قسير القامة ولقيت روحي وذيك ما سيرتي كيفاش بديت معناها ثم اول نهار كيفاش الاختبار؟ كنتمشي لعمل تستكي الناس اللي كلنا تصورها؟ اول نهار دخلت في مجموعة في مجموعة ما نعرفها مش واحد اخذت كرة تريبلت بالناس كله ومركتبونت وذيك انتذكرها لتوق ظالي من وقته ما محتجش اكثر اختبارات قالوا هيدا هو هيدا هو انا بطبيعتي من طبعي انا اندخل روحي في كل مجموعة وفي كل مسيرتي هي اللي تقول الشي هيدا البركور في اليجون كيفاش كان؟ كنت لعب ديما في تلاجي كيفاش؟ لا بركر ايش لوه معنا انا كنت متفوق um قوط كنت في المنتخب انا متخب انا متخب فمشيت من الادني والاصغر والأواصل والأولمبي والاكبر اذا ما كل مشيت فيهم انت معنا مدام مشيت فيهم انا انا متفوق انا في البرك فميز انا كل ماتش الناس لسي وناس العود انا كن في اليطوال من الول ما كنت لعبت مع المنتخب هكا؟ هاي معتش واحدة عليش في المنتخب في اللي جون كنت كما كنت تحكي ديما موجود بعد في السينيور ما مشيتش لأمور في السينيور فما برشة عوامل معناها بصراحة معنا كان الرندمون متاعي ما هوش استابل أنا هذه حجم الحاجات هي اللي في الكورة معناها أنا حمدوله يا ربي كورة طرف ما نقولوش أنا شبك العبد شوية شبك العبد بالجدية كورة العبد مليانة صغير لعبت مع أحسن نوادي في تونس هزيت كل معهم كل البطولات والكؤوس الأفريقية هزيت الحمدولي يا ربي معناها أنا معناها فرحانة بروحي بالمسالة اللي عملت كنت جنيح ما كنت شرية القرش صحيح كنت جنيح أيسر هجومي كتلعت لكبر لعبوني كريل قوش وانت ذا لما عاش بتكش برش البروست تلك عاش بتليش خطر ما ما كنت شميش تاكويني كل القديم معناها ما لعبتش حتى مرة في البوست وبونجح ماتش اثنين ثلاثة من بعد ما عنا مش لقد خدمه هو عليش بدلوك بوست متاعك وقت البوست اذيك فرغ كان يلعب وقته علي ساكن فتحي ترابلسي وكان قلنا طلعت هنا قاعدة البقعة فرغة ديك ومعمول بيها حتى في الكرة طوى برشا يرعمل قدامه لدوم التالي كل شيء ومعو هنا يمكن خطر في الصغراء لعبد برشا في الهتاك رقيت صعوبة التالي ولو هنا معناها النجم روحي حتى يران كامل اما يجب ان اكتفهم بالقدام بيش النجم تأقلم بوست القدام كانت مع بيها جناحة اليسارة اليسار كانت في عيد الحمروني معا لنك صعيب كنت بشتكار معها هكا ليس صعيب اما انا ديريكت مواجه للبوستا ديك اول مقصعت ما جربو ليش حتى مرة القديم هيدا اللي رحمه وانتي قبله ما كانش وقتها مازال الهيدي طلعنا مع بعضنا كان كنت انا نلعب على اليسار اكسونتري وهيدي يلعب سلوبر جوش بحدي اه هو كان في اللاكس واقع اه في اللاكس يا لاب واضح به مش نحكيو عطلوع متاعك الكابر لك مش مشيو فاصل قصير موزيكا بعد شوية نحكيو كيفاش طرق ذيب اول واحدة من بيك وطلعك الكابر فاصل قصير وبعد مشيو وانكا